لا حلول للأزمة السياسية ولا استقرار للاقتصاد ولا توقف الانهيار العملة الوطنية هذه نتائج صراع دائم يدفع تبعاتها المواطنون كل يوم حيث يواصل الريال اليمني تهاويه غير المسبوق أمام العملات الأجنبية فقد بلغت قيمة الدولار الواحد 800 ريال في السوق السوداء مقارنة ب215 ريال قبل اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعة أزمة الريال لم تتوقف عند حدود المشكلة الاقتصادية ونتائجها على أسعار السلع والخدمات بل تبعتها احتجاجات شعبية غاضبة من أطراف الحرب في الداخل والخارج وتحركات سياسية كثيرة للحكومة من أجل احتواء الانهيار تقارير اقتصادية قالت إن هناك أسبابا وتراكمات عديدة أدت إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني أبرزها الانقلاب الحوثي ودخول البلاد في دوامة الحسابات السياسية بسبب التحالف وبالتالي تعطيل عمل الدولة ومؤسساتها الاقتصادية وعدم تمكين الحكومة من السيطرة على مواردها السيادية المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وفي جديد تحركاته دعا أنصاره في المحافظات الجنوبية إلى الانتفاضة ضد الحكومة والسيطرة على المؤسسات الإرادية المجلس توعد في بيان اللخو باستخدام القوة ضد الحكومة الشرعية داعيا قواته إلى الاستعداد للمواجهة ومؤكدا دعمه الانتفاضة شعبية لطرد الحكومة من المحافظات الجنوبية ودائيا في الوقت ذاته القطاعات العسكرية والأمنية إلى الوقوف معه فيما اتهمت الحكومة على لسان رئيسها بندغر ميليشيا الحوثي بتكليف بعض البنوك وبعض الصرافين بشراء الدولار من كل أنحاء اليمن وأشارت إلى أن الحكومة عملت مع البنك المركزي على اتخاذ إجراءات بهدف تسهيل الاستيراد وشراء المشتقات النفطية فوضى وتوتر كبير يحيط بالمشهد في صنعاء وعدن بسبب أزمة العملة وانتشار غير مسبوق لمحلات الصرافة غير المرخصة وبين هذا وذاك تقف الأزمة دون حلول جذرية وتتعرض الحكومة لكل أشكال الابتزاز الداخلي والخارجي ويبقى المواطن هو الخاسر في كل مراحل الصراع ترجمة نانسي قنقر